اعلن معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بأنه تم طباعة وإصدار أكثر من خمسين ألف جواز سفر إلكتروني للمواطنين نعم وذلك منذ تدشين الجواز الإلكتروني في مارس الماضي وأشهد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع منتسبي إدارة الجوازات في مختلف الأقسام منذ انطلاق المشروع والتي ساهمت في تجاوز المعدل الشهري للطباعة والإصدار معربا عن شكره وتقديره للمواطنين على تعاونهم خلال هذه الفترة منوها بأهمية الالتزام بكافة الاشتراطات الخاصة بجواز السفر الإلكتروني عند التقديم اشتركوا في القناة